اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ووزيري القهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الطيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الطيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة لتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد وخلال اجتماع تابع الرئيس السيسي جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا حيث تم توضيحه أنه منذ اللحظة الأولى جار تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكنها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوك بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك أخذ في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة الشراء للوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين وأحلها على مستويين الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة وثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا ووجه الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكسف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة لتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية كما وجه الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بأدف تنوع مصادر إمدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال